رسالة من أخت عزيزة فاضلة من السعودية تشتمل على أسئلة سأجيب على سؤالين منها الوقت لا يكفي للإجابة على كل الأسئلة السؤال الأول يرتبط بما ذكرته في برامج متقدمة بخصوص إمامة الصديقة الكبرى إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من جملة ما ذكرته من أدلة من حقائق ترتبط بهذا الموضوع ما جاء في توقيع شريف من توقيعات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 180 إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالة يبعثها إلى شيعته زمان الغيبة الأولى أعني الغيبة الصغرى الرسالة تتحدث عن إمامته وعن إنكار بني عمومته لإمامته إمام زماننا هكذا يقول وفي ابنت رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة ما ذكرته بخصوص هذا التوقيع من أن الإمامة المعصومة لا يمكن أن يتخذ أسوة له إلا أن تكون الأسوة في مقام الإمامة والعصمة وفي درجة ورتبة أعلى من درجته ورتبته هذا هو الذي تحدثت به بشكل مجمل يمكنكم أن تعودوا إلى أحاديثي التي فصلت فيها الكلام المقام هنا مقام الإجمال وفي ابنت رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة هذا الكلام جاء في سياق واضح في الرسالة نفسها وهي رسالة طويلة تحدث فيها إمام زماننا عن إمامته وعن الذين ينكرون إمامته يخاطب الشيعة فيقول ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال يتحدث عن عمه الذي يعرف بالكذاب بجعفر الكذاب لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار الكلام واضح يتحدث عن امامته التي ينكرها الهاشميون من بني عمومته جعفر واولاده ومن كان راضيا بذلك الكذاب من الهاشميين وغيره فاطمة هي الاخرى لا اتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعد اتحدث عن الشيعة الذين يقولون نحن شيعتها انكروا امامتها من هنا امام زماننا جعلها اسوة له مثلما الهاشميون والشيعة ينكرون امامة فاطمة فكذلك امام زماننا انكر امامته الهاشميون ومن كان من الشيعة مع الهاشميين وجه الاسوة واضح وواضح جدا والامام هنا في مقام الحديث عن اسوة حقيقية الامام يتحدث عن امامته وجاء بفاطمة اسوة حقيقية له السؤال السؤال من انه قد ورد في الروايات والاحاديث عن ان هارون النبي عن ان هارون اخى موسى كان اسوة لامير المؤمنين فكيف نستطيع ان نستدل بالتوقيع الشريف على امامة فاطمة اذا كان هارون اسوة لامير المؤمنين كما جاء في الروايات فهذا سيقدح في الاستدلال الذي ذكرته لكم هذا كتاب سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة الطبعة التي حققها محمد باقر الانصاري انها الطبعة الثانية مطبعة الهادي قم المقدسة 1416 هجري قمري في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 568 ثم ثم أقبل النبي صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فقال يا علي إنك ستلقى بعدي من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك فإن لم تجد أعوانا فاصبر فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك إلى التهلك فإنك مني بمنزلتي هارون من موسى ولك بهارون أسوة حسنة إنه قال لأخيه موسى إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ولك بهارون أسوة حسنة وأيضا جاء في الكتاب نفسه صفحة ستمية وخمسة وستين من كلام أمير المؤمنين مع الأشعث بن قيس فأكرهوني وقهروني إنه يتحدث عن سقيفة بني ساعده فأكرهوني وقهروني فقلت كما قال هارون لأخيه يابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلي بهارون أسوة حسنة إلى آخر كلام أمير المؤمنين واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كلام سيد الأوصياء من أن هارون قد ذكر هنا في هذه الكلمات الشريفة من أنه أسوة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان هارون أسوة لأمير المؤمنين فليس هناك من ضرورة أن يكون ذكر فاطمة في رسالة صاحب الزمان وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة ليس هناك من ضرورة تدل على اشتراط الإمامة في فاطمة لأن الإمامة الحجة اتخذها أسوة له فهارون في المنزلة دون أمير المؤمنين ومع ذلك صار أسوة لأمير المؤمنين مثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين نفسه صلوات الله عليه الكلام ناتج عن شبهة وإلا فإن التوقيع الشريف له سياقه الخاص وكلام رسول الله وكلام أمير المؤمنين عن أن هارون أسوة لسيد الأوصياء له سياقه الخاص به كيف يكون ذلك سأقرب الفكرة بمجموعة من الأمثلة مفاتيح الجنان هذا إذا ما قرأنا في زيارة السيدة نرجس والدة إمام زماننا ماذا نقرأ فيها السلام عليك أيتها الصديقة المرضية السيدة نرجس صديقة وهذا الإطلاق إطلاق حقيقي عليها السيدة نرجس مرضية مرضية عند محمد وأهل محمد والمرضي عند محمد وأهل محمد مرضي عند الله السيدة الطاهرة نرجس صديقة صديقة بالمعنى الحقيقي الكامل مرضية صلوات الله عليها بالمعنى الحقيقي الكامل لكن لا وجه للمقايسة فيما بين هذه الإطلاقات وما جاء في زيارة الصديقة الكبرى نحن نقرأ في زيارة أم الحسن والحسين السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية فهي صديقة ومرضية لكن العناوين هنا لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين العناوين هنا السيدة نرجس صديقة بتمام معنى الحقيقة مرضية بتمام معنى الحقيقة ولكن بحسبها بحسبها في سياق مقامها في سياق منزلتها لا وجه للمقايسة بين الصديقة في زيارة الزهراء والمرضية في زيارة الزهراء هذه لغة أخرى لغة ثانية الصديقة هنا في وصف فاطمة بنت رسول الله هذا شيء آخر المرضية كذلك من هنا فإن اللغة في ثقافة العترة ليست بحجته ليست بحجته الحجة معارض كلامه اللغة حجة بحدود ما يثبت لها من حجية بحسب قواعد التفهيم عند العترة الطاهرة وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نجعل الدين والعقائد والفقه أن نجعل كل ذلك رهين اللغة هذا هو دين الأعراب أما دين العرب وهو دين محمد وآل محمد هم يقولون نحن وشيعتنا العرب لا يتحدثون عن قومية هنا وعن انتماء قبلي المراد من العرب الوضوح مثل ما يقال أعرب فلان عن رأيه بينه بشكل واضح نحن وشيعتنا العرب ديننا عربي قرآننا عربي وليس أعرابيا المنهج العمري هو المنهج الأعرابي حين قال حسبنا كتاب الله اعتمد اللغة إنها مرحلة التنزيل مرحلة البدو مرحلة الأعراب أما مرحلة التأويل هي مرحلة العرب مرحلة الإعراب والبيان فقهنا فقه العترة فقه عربي مثلما قرآننا قرآن عربي فقه فقه سقيفة بن ساعد وفقه سقيفة بن نجاف بن طوس فقه أعرابي أعرابي في زيارة في زيارة أم القائم صلوات الله على القائم وأمه السلام عليك أيتها الصديقة المرضية صديقة 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 مرضية 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 بحسب سياق مقامها وفاطمة فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين صديقة 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 بحسب السياق الفاطمي الأكبر مرضية بحسب السياق الزهرائي الأعظم العناوين هنا شيء وهناك شيء آخر حينما نزور نوحن النبي إذا ما ذهبنا إلى النجف من جملة آداب زيارة أمير المؤمنين أن نزور الأنبياء الذين هم في جواره ونوحن في جواره أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نسلم عليه السلام عليك يا شيخ المرسلين هل هذا يعني أن محمد صلى الله عليه وآله داخل في المرسلين هنا ما هو رسول مرسل أيضا هذه العناوين تقال عنه في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول ما هذا العنوان ينطبق على محمد صلى الله عليه وآله هو رسول ومرسل وحامل رسالة من الله فهل هو داخل هنا السلام عليك يا شيخ المرسلين ونوح النبي يكون شيخا لمحمد صلى الله عليه وآله هذا الكلام مطقي أي كلام هذا هارون نبي من أنبياء بني إسرائيل نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو دون موسى في المنزلة هارون نبي من أنبياء بني إسرائيل إبراهيم الخليل سيد أنبياء بني إسرائيل وأبوهم سيدهم وأبوهم إبراهيم الخليل في الكتاب الكريم معدود من شيعة نوح إبراهيم من شيعة نوح ما أنا الذي أقول القرآن هو الذي يقول إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات وفي سياق الحديث عن نوح النبي سلام على نوح في العالم التاسعة والسبعون بعد البسملة من سورة الصافات وما بعدها سلام سلام على نوح في العالم إنه كذلك نجز المحسني إنه من عبادنا المؤمني ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته الضمير يعود عليه على نوح وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجز المحسني إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم من شيعة نوح إبراهيم سيد أنبياء بني إسرائيل وأبوه وعظيمه هو من شيعة نوح النبي لأن نوح النبي هو شيخ المرسل وهو أفضل المرسل ولكنه في يوم القيامة حينما يطلب منه الشهادة على رسالته من الذي يشهد له بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد له الحمزة أسد الله وأسد رسوله والطيار جعفر هذان هما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه الرواية في الكاف الشريف في الجزء الثامن من الكاف الشريف الشاهدان للأنبياء حمزة وجعفر وهما وهما صلوات الله عليهما وهما وهما يغبطان يغبطان من يغبطان العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته هارون نبي من أنبياء بني إسرائيل وموسى أعلى منزلة منه وإبراهيم الخليل سيد أنبياء بني إسرائيل وأبوهم وعظيمهم وكريمهم وهو من شيعة نوح ونوح شيخ المرسل الشاهدان له حمزة وجعفر وحمزة وجعفر مع علو منزلتهما يغبطان العباس ابن أمير المؤمنين لعلو رتبته في يوم القيامة فأين وجف المقايسة بين علي وهاره هذا سياق واضح لا حاجة لأن نقف عنده طويلا هذا الكلام تمثيل تقريبي للمتلقي لهذه الأمة لهذه الأمة هذه الأمة التي ظلمت علي ظلامة لا تماثلها ظلامة مثلما يضحي أمير المؤمنين بدمه فإنه يضحي بمنزلته في إطار التعليم والتمثيل هذا سياق سياق خارج عن مضمون الحقيقة إنها المدارات في أوضح صورها أما رسالة إمام زماننا فلم تكن في مقام المدارات إنها في مقام بيان الحقيقة الواضحة هذا سياق وهذا سياق أقرأ أيضا من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران إنه الباب السابع والمئة جاء فيه هذا الحديث عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن محمد بن يحيى العطار عن بعض أهل الري قال دخلت على أب الحسن العسكري إنه إمامنا الهادي فقال أين كنت دخل عليه في سام الراء فإن إمامنا الهادي كان في سام الراء وهذا الرجل من أهل الري كان قادما من الري لزيارة سيد الشهداء في العراق وبعد ذلك عرج على سام الراء الإمام يقول له أين كنت فقلت زرت الحسين بن علي فماذا قال له إمامنا الهادي فقال أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم إنه عبد العظيم الحسني أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين هذا الكلام واضح ليس هناك من مقارنة بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين لا وجه للمقارنة مثل هذا يرد في كلماتهم وأحاديثهم لبيان حقيقة لإلفات النظر إلى أهمية موضوع من الموضوعات بحسب ما يفهمه المتلقي الإمام يريد أن يبين علو منزلة عبد العظيم الحسني هو لا يقارن بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين لأن القضية هذه واضحة عندنا لا تحتاج إلى إثبات لا تحتاج إلى أدلة لا يمكن أن نقايس بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين بأي وجه من الوجوه هذا كفر كفر صريح لا يمكن المقايسة الإمام هنا أراد أن يلفت النظر إلى علو منزلة عبد العظيم الحسني وربما خاف الإمام على شعاته في الري أن يأتوا إلى العراق خصوصا حينما كانت الأخطار داهمة زمان المتوكل العباسي في أيام إمامة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه على أي حال بغض النظر عن الدخول في هذه التفاصيل فهذا الكلام واضح له سياقه الخاص به هذا لا يمثل سياق الحقيقة هذا سياق من أسيقة ومن سياقات المدارات الواضحة والجلية وهكذا نقرأ في زيارته في زيارة عبد العظيم الحسني أقرأ عليكم أيضا من مفاتيح الجناء السلام عليك يا أبا القاسم ابن السبط المنتج بالمجتبى السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى الأئمة جعلوا له هذه المنزلة وجعلوا المنزلة لزيارته أن ثواب زائره لمن كان قريبا منه كثواب زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لكن هل هناك من مقايسة بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين كلام تافه سفيه هذا كلام تافه وسفيه هذا الكلام لا وجه للمقايسة بين الحسين وبين عبد العظيم الحسني هذا من شيعته من شيعة الحسين هارون من شيعة إبراهيم وإبراهيم من شيعة نوعه ونوح الشاهد له حمزة وجعفر وحمزة وجعفر هم في حالة غبطة لقمر الهاشميين الكلام واضح واضح جدا واضح جدا هناك سياق الحقيقة وهناك سياق المدارات وهذا نعرفه من خلال لحن الكلام من خلال معارض قولهم وكلامهم الحجة بن الحسن العسكري في حديثه ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم إلى أن يقول مما قد امتحنا به من منازعتي الظالمي العتل الضال إلى أن يقول الظالمي الغاصبي وفي ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة هذا سياق الحقيقة سياق الحقيقة الواضح أما الحديث عن أن هارون يكون أسوة لأمير المؤمنين هذا سياق المدارات الواضحة مثال يضرب لهذه الأمة أمير المؤمنين ليس له من أسوة إلا رسول الله وإلا نفسه مثل ما دعا رسول الله لأمير المؤمنين حينما طلب منه أن يدعو له بالمغفرة كل ذلك إسماع للأمة فكيف دعا له اللهم اغفر لعلي بحق علي اللهم اغفر لعلي بحق علي علي هو أسوة علي أسوة علي محمد وعلي وليس له من أسوة أخرى هذا علي العلها والمعالي الكلام في سياق المدارات الواضحة نذهب إلى فاصل عن الهيثم بن واخت عن مقرن قال سمحت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على صراف فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صفية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع في رجال الكشي هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طيران إيران صفحة 594 رقم الحديث 1111 زكريا بن آدم الأشعري القمي من خواص إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو يقول قلت للرضا إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم أراد الخروج من مدينة قم كانوا يؤذونه إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم الإمام ماذا قال له إمامنا الرضا فقال لا تفعل فإن أهل بيتك إنه يتحدث عن قم لأن الأشاعرة كانوا كانوا قد ملأوا قم فقال لا تفعل فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك يدفع عنهم يدفع عنهم البلاء كما يدفع عن أهل بغداد بأب الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هل أنا بحاجة إلى أن أقول لكم من أنه لا وجه للمقايسة بين باب الحوائج وبين زكريا ابن آدم زكريا ابن آدم من أقرب الناس إلى محمد وآل محمد لكنه من شيعتهم حاله كحالي وحالكم الإمام هنا يريد أن يبين أهمية موقعه في قم أهمية موقع زكريا ابن آدم في قم وإلا لا وجه للمقايسة الأمثلة تضرب ولا تقاس وهذا حقيقي سأضرب لكم مثالا لتقريب الفكرة لا أريد القياس عليه لو جاء أحد وقال لي قارن بين القرآن والغاءط هل هذا كلام منطقي قلت لكم هذا مثال لا أريد القياس عليه وإنما أريد تقريب الفكرة فإن الأمثلة تضرب ولا يقاس عليها هل هذا الكلام منطقي ما هو وجه المقارنة بين القرآن والغاءط كلام مرفوض جملة وتفصيلا إنني أتحدث في أجوائنا نحن المسلمين لا وجه للمقارنة بين القرآن والغاءط لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي ولا في الجانب الحقيقي ولا في الجانب المجازي ولا في أي جهة من الجهات التي حتى لو كانت في عالم الخيال فلا مجال للمقايسة بين محمد وأهل محمد وغيرهم لا يقاس بهم أحد لا يقاس بهم أحد مطلقا في جميع الاتجاهات فحينما يتحدث إمام زماننا عن أمه فاطمة إنه يتحدث عن نفسه هذا حديث فيما بين محمد وآل محمد حينما تأتي الروايات لتجعل من هارون أسوة لأمير المؤمنين هذا حديث ما بين محمد وآل محمد وشيعته الكلام واضح هذا سياق وهذا سياق سياق الحقيقة شيء وسياق المدارات شيء آخر أجنبي عنه بالمرة الإمام الرضا حينما وصل إليه خبر موت المفضل أتحدث عن المفضل ابن عمر فماذا قال الإمام الرضا صلوات الله عليه بعد أن ترحم عليه ومن أنه استراح من هم الدنيا وغمها رضوان الله تعالى على المفضل لقد لقد آذاه الشيعة كثيرا كبار علماء الشيعة أهدوا المفضل كثيرا على أي حال فماذا قال إمامنا الرضا كان الوالد بعد الوالد هل هناك من مقايسة بين المفضل وإمامنا موسى بن جعفر هذا كلام يراد منه بيان علو منزلة المفضل ولا يراد من هذه الكلمات دلالتها اللفظية في سياق الحقيقة هذه دلالة لفظية في سياق المدارات تلك هي معارض كلامهم هناك فارق بين سياق الحقيقة وبين سياق المدارات إمامنا الحسن العسكري حين كتب رسالة إلى علي بن بابويه القمي إنه والد الشيخ الصدوق ماذا كتب له في مقدمة الرسالة إلى فقيه وشيخ ومعتمد إلى آخر الرسالة فهل كان علي ابن بابويه القمي كان فقيها لإمامنا الحسن العسكري وكان شيخا له هذا كلام يريد إمامنا الحسن العسكري أن يظهر من خلاله علو منزلة ابن بابويه عند الإمام الحسن العسكري وليس الحديث عن دلالة اللغة هنا في سياق الحقيقة هذا هو سياق المدارات وسياق المدارات هو لون من ألوان معاريض كلامهم كما أن سياق الحقيقة هو لون من ألوان معاريض كلامهم ولكل سياق قرائنه ولكل سياق جوه الخاص به حين كتب إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في الرسالة الأولى هكذا خاطبه للأخ السديد والولي الرشيد وفي نسخة والمولى الرشيد فهل أن المفيد كان أخا سديدا لصاحب الزمان أي منطق هذا الإمام هنا يريد احترامه يريد بيان منزلته ليس إلا هذا الكلام في سياق المدارات وفي أوضح صور المدارات النبي صلى الله عليه وآله حين يقول علي مني وأنا من علي وحينما يقول أمير المؤمنين أنا من محمد كالضوء من الضوء وحينما يقول رسول الله حسين مني وأنا من حسين هل هذه التراكيب كما يقول أئمتنا مثلا شيعتنا منا ونحن منهم أي كلام من هذا أي منطق هذا ذلك سياق فيما بينهم لا شأن لنا به صلوات الله عليه تلك شؤونهم فيما بينهم إنها شؤون الحقيقة إنها شؤون الأنوار إنها عالم ما فوق التخيل والتصور إنه عالم بعيد عن اللغة بكل قيودها وأغلالها وضيقها وزنزاناتها المظلمة لكن الأئمة حين يقولون شيعتنا منا ونحن منهم هذا سياق آخر سياق بحسب وبحسبكم نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامى عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات مات أو هلك في أي واد سلف فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة الخلاصة الخلاصة هناك سياقات في كلامهم وحديثهم هناك سياق الحقيقة وأوضح قرينة تدل عليه أن يكون الحديث في شؤونهم فيما بينهم قطعاً مع سائر التفاصيل الأخرى التي ترتبط بأجواء النص النصوص المهمة يكون يكون لها سياق ويكون لها جو خاص بها نستطيع أن نجمع مفردات ذلك الجو من القرائن المقالية من القرائن الحالية التي تفهم في ضوء فهمنا الدقيق للقرائن المقالية التي ترتبط بالأحداث التاريخية التي نعرفها فهناك سياق الحقيقة وله قرائنه وهناك سياق المدارات والمدارات على مراتب هناك مدارات واضحة جداً مثل ما جاء في حديث إمامنا الرضا حيث ذكر زكريا بن آدم وذكر إلى جانبه الإمام الكاظم مثل ما جاء في حديث إمامنا الهادي حين ذكر عبد العظيم الحسني وذكر إلى جانبه سيد الشهداء أعتقد أعتقد الأمثلة الأخرى كانت واضحة لا أريد أن أكرر طلباً للاختصار فهناك فهناك سياق المدارات ما جاء من ذكر في الأحاديث التي قرأتها من كتاب سليم بن قيس من أن هارون أسوة للأمير صلوات الله وسلامه عليه الكلام من سياق المدارات الواضحة الكلام موجه للأمة والحديث فيما بين محمد وآل محمد وشيعته الكلام هنا كلام في شؤون محمد وآل محمد وشيعته لن يكون الشيعي بأي حال من الأحوال أسوة لمحمد وأهل محمد لكن مقام المدارات الواضحة والشديدة هو الذي يدفع إلى هذا بينما ما جاء في رسالة إمام زماننا الكلام واضح ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاهد حق من افترض الله طاعة الظالم الغاصبي وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وعاله لأسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار قوة الناص وصراحة الرسالة البيان المتدفق في تشديد المطلب والكلام عن الإمام الحجة وعن الصديقة الكبرى في شؤونهم فيما بينهم هذا سياق الحقيقة وسياق الحقيقة يختلف اختلافا كاملا عن سياق المدارات من هنا جاء استدلالي بهذا التوقيع الشريف أتمنى أن يكون الجواب واضحا ونافعا ومفيدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر